أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 25 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة يأتي ذلك فيما استهدفت مروحيات الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة فيما فجر جيش الاحتلال عددا من المباني شمالي المخيم في هذا السياق أصيب أيضا عدد من الفلسطينيين بجروح إثر قصف الاحتلال مدرسة تأوي منازحين في المخيم الجديد في النصيرات وتمكن تاق تواقم الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال جثامين 13 شهيدا من منطقة البلد وحي الأمل بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع